اهلا بكم أصدقائي مجددا في درس آخر من دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح بلغتي العربية درسنا اليوم سنتعلم فيه التعبير عن لكن دعونا أولا أصدقائي نرى بعد الامتلا المتال الأول سأعودوا متأخيرا لأنه يجب عليها انهاء عمل مهم لأنه يجب عليها انهاء عمل مهم لأنه يجب عليها انهاء عمل مهم لماذا سأعودوا متأخيرا لماذا هنا أسأل عن السبب pourquoi إذن هذه الجملة تفيد لأكوز السبب لقد رصبت في الامتحان لذلك ستعمل بجد العام المقبل ما هي نتيجة رصوبه في الامتحان ما هي نتيجته نتيجته هو أنه سيضاعف مجهوداته أو سيعمل بجد العام المقبل إذن هنا هذه الجملة ما هي تابير عن النتيجة لأكوز السبب لأكوز السبب لأكوز السبب في اللغة الفرنسية لأكوز السبب في اللغة الفرنسية لأكوز السبب لأكوز السبب في اللغة الفرنسية لأكوز السبب في اللغة الفرنسية لأكوز السبب في اللغة الفرنسية سيعمل بجد العام المقبل 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 وهذه العبارة puisque tu as fini ton devoir il y a une proposition subordonnée circonstancielle de cause والكلمات التي تساعدنا في إنشاء une proposition subordonnée circonstancielle de cause تسامة لسيبوردون كما رأينا في درس les propositions subordonnées circonstancielles هي مثلا parce que puisque du fait que vu que attendu que étant donné que ce prétexte que du moment que ويمكننا كذلك التعبير عن لكوز بسيخدم كما رأينا في درس كما تشاهدون مثلا كما تعلمون لفروض كما تعلمون فالباردو قد حل كما تعلمون كما تعلمون لفروض تحميل معنى لكوز وضيفتها هنا هو التعبير عن la cause السبب ses parents étant sortis ses parents étant sortis Mélanie a organisé une fête Mélanie a organisé une fête بما أن أبوها قد خرجا ses parents étant sortis نضامت Mélanie حفلتن إذن هناك دالي ses parents étant sortis est une proposition subordonnée participial تعبير عن السبب la cause يمكننا كذلك أن نعبير عن السبب باستعمال une conjonction de coordination une conjonction de coordination أدوات الربط كنا في اللغة الفرنسية هناك سبعة أدوات للربط م أو أي donc أو ن كار وأدات الربط التي تعنينا هنا هي كار conjonction de coordination كار مثلا جنتي پا ربط كار جنتي زوكو جنتي پا ربط كار جنتي زوكو لم أجبك جنتي پا ربط لم أجبك كار جنتي زوكو لأنني كنتو مشغول إذن هناك دالي كيوم كنون نعبير عن لكوز بس إخدام أدات الربط la conjonction de coordination كار كار من الخوف ترتعدو خوفا لترا نسى ربط ربط نسى ربط ربط بسابب إدراب الكتارات لن تعمل غدن بسابب إدراب بسابب بسابب يسبقها حرف جر انغيزان د انغيزان د وحروف أجر التي سفيدو السبب هي أكوز د غرس آ انغيزان د د pour سوى التكست د فوت د يمكننا أن نعبير عن لكوز كدلية avec ليا املموا يمكننا أن نعبير عن يعني رابط دمني غير مصرح به املموا يمكننا أن تلعبير عن جوستطابز بين عبارتين جوستطابز رأينا لما نعبير عن بحرموا أكوز أنها تلعبارات التي نعبير بينها على متارقيم مثلا كنت؟ لقد أحفظ. لقد أحفظ. لقد أحفظ. لقد أحفظ. إذن بين هذه الأسفالين الدليس بينما قد تسمع في الفرن. لديها الخطاب بالغاية الأسفال بين هذه الأسفالين هناك أعط 좀 بصبراً أعطب ضمن même شخص 으로 يساعد السوري إذا قال لك شخص لم أجيبك كنت مشغولا ستفهم أن سبب عدم إجابته لك أنه كان مشغولا رغم أنه لا يوجد هناك في هذه الجملة أدات توضح السبب لكن المعنى مفهوم يمكننا كذلك أن نعبر عن la cause يمكننا كذلك أن نعبر عن la cause باستعمال صفة لديه وظيفة إبيتات وقد رأينا في درس الإجيكتف كاليفكاتي وضائف الإجيكتف ومن بينها الإبيتات مثلا فاتيجي متعبا جمسوي زندرمي نمتو متعبا نمتو هنا فاتيجي هو أدجيكتف لديه وظيفة إبيتات لماذا لديه هنا وظيفة إبيتات لأنه مفصول عن الجوب نومينال مفصول عن السجي هنا جمفصول عنه عن طريق فاصلة والمعنى التي يحملها هنا هو معنى السبب لماذا نمتو لأنني كنت متعبا فاتيجي متعبا نمتو جمسوي زندرمي نتقل الآن أصدقاء إلى نمتو 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 لدينا de sorte que أو de telle sorte que de manière que أو de telle manière que si bien que en sorte que que annoncé par يمكننا أنسعم الله كماع تان tellement si si bien à tel point tel كدليك لدينا pour que و sans que يمكننا كدليك أن نعبر عن la conséquence مع avec un groupe nominal ou un infinitif précédé d'une préposition مع avec un groupe nominal يعني مجموعة اسمية ou un infinitif أو فعل مصرف في الصغة المصدرية l'infinitif précédé d'une préposition مسبوقا بحرف جر وحرف الجر التي نتحدث عنها هنا هي au point de jusqu و a مثلا il a travaillé jusqu la folie اي اشتغل وعمل حتى الجنون il a travaillé jusqu la folie هنا لدينا un groupe nominal هو la folie مسبوقا بحرف الجر jusqu هذه العبارة jusqu la folie هي نتيجة une conséquence نتيجة نتيجة لعمله il a travaillé jusqu la folie مثال اخر il a travaillé jusqu devenir fou لقد عملا حتى أصبح مجنون هنا لدينا كذلك un infinitif un verbe l'infinitif وهو devenir مسبوقا بحرف الجر jusqu كذلك هذه العبارة تفيد النتيجة la conséquence يعني بستعمال المعنية هنا هي دانك مثلا نقول je fais du sport أقومو بأرياض دانك je مغري دانك je مغري لدالك نحفتو أقومو بأرياض لدالك نحفتو هنا نتيجة تقيامية بأرياض هي النحافة وقد عبرنا على هذه النتيجة بستعمال la conjonction de coordination دانك يمكننا كذلك التعبير عن la conséquence avec un lien implicite كذلك رابط دمني غير مفصح عن entre deux propositions juxtaposées مثلا je fais du sport je maigris je fais du sport je maigris هنا بين العبارتين هناك رابط دمني غير مفصح عنه يفيد النتيجة وفي الأخير أصدقائي أقترح عليكم تمرين بسيط يقول التمرين dit si les éléments soulignés exprime la cause ou la conséquence أي قولوا إذا ما كانت هذه العناصر المسطرة المسطرة تحتها les éléments soulignés إذ كانت تعبر عن السبب la cause أو النتيجة la conséquence إذن عليكم بقراءة هذه الجمل أن تفهموا معنىها بعد ذلك أن تقولوا ما إذا كانت هذه العبارات المسطرة عليها تفيد السبب أو النتيجة إلى هنا أصدقائي صديقاتي قد انتهد الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وإلى درس قادم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر